الحمد لله رب العربين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإLou tournaments الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد الحواء الله الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول 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 الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يحده الله فلا مهلا له. ومن يدلل فلا هاديره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال بلق الرسالة. وعد الأمانة. وكسف القمة. ونسها القمة. وتركهم ألام حجة بيضاء. ليلها كنهارها. لا يزيق عنها إلى هاره. سلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنون. اتقوا الله. اتقوا الله حقا تقاتل. ولا تموتن إلا وعنكم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي قلقوا بالنفس واحدة. وقلق منها ذوجها. وبست منهما رجالا كثيرا ونساءا. وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبة. يا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يتئ الله ورسوله. فقد فاس فوثا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وقير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وسر الأمور مهدساتها. وكل مهدسة بدعة. وكل برعة دلالة. وكل دلالة في النار. إخوة الإيمان. قد بدنا اليوم نتناول أحمية الدعاء. ومكانة الدعاء في الكتاب والسنة. إن كتاب الله يأثى وجل كتاب هداية. والصلاة وفلاة للناس. ينهل من معينه السعداء. ويهتدي بهديه الموفقون من إباد الله. فيرسدهم إلى أقوم السبب وأرشدها. ويهديهم إلى الصلاة وفلاة ديني ودنويه. قال قال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين. ولذين يعمدون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أقرب الله نكشفه 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 نتغيره سبحانه وتعالى ن وعلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم ومقالبهم والفamilies وكما يتبعون فيه سنة حتى اليوم المترجمات ميزايا والمصباح في الإسلام سنعطوننا لدى النوم المهمة بطبع حسب دعا يتبع الدعا من الدعا ومع دعا ومع نا كما نعلم 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 We are always praying 5 times a day We are doing Nawafi We are always making Dua You make Dua When you want Allah To forgive you Or to give you something Or remove something from you Or you are having some difficulties You want Allah to remove From those things from you Then you make Dua Or you ask from your Muslim Brothers or sisters أن ينقل دعا لك وكما ينقل دعا لك من المسلمين نجد أن نقل دعا لك لأن المسلمين نجد العيوان لا يمكن أن ينقل دعا وكما ليس كذلك فإننا فهو سيء المهم كيف ينقل دعا لذلك لذلك نتوجه نفسنا هو مدرسة إنه يساكد عبادة. إنه يساكد عبادة. إنه يساكد عبادة من القرآن والسنة. القرآن والسنة يساكد عبادة لهم ويصدروا أنهم في هذه الحياة ويشارك هناك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أمنا لهم أجران كبيرا. هذا القرآن يرى بالإمكان الذي يجب العديد للذي أقوم ويبشر المؤمنين والسنة. وإذا كان يهدي عبادة لهم ويساكد عبادة. وكذلك سعن السنة في السنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة توده للقرآن وتبينه وتفسره وتدر عليه وهي وحي أنذل عليه كما أنذل القرآن عليه قال تعالى وأنذل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة الله سبحانه وتعالى said to the Prophet صلى الله عليه وسلم then I revealed to you not only Quran but I revealed to you also sunnan that is why the Prophet صلى الله عليه وسلم said I was giving Allah revealed to me Quran and similar to it with his sunnan صلى الله عليه وسلم you cannot be Muslim understand Quran without sunnan sunnan تبين القرآن وتوردي sunnan explain Quran make it clear that is why our dua we take from the Quran and the sunnan so when we do that then we're going to do what Allah asked us to do فإذا تقرر هذا يائه فإن الواجب على المسلم أن يعلم عظم السعنس الأدية الواردة في الكتاب الله والمعصورة في سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وَلِذَا عَنَا عَيْمَةُ سَلَفَ وَأُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِرَبْتِ الْنَّاسِ بِأَدْيَةِ الْقُرْآنِ وَأَدْيَةِ الْسُنَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ كَمَالٍ وَعِسْمَةٍ وَالسَّلَامًا مِن مِنْ shifts clinicians انتخذةٍ جِاهَا في حانب التنخلل عندما точки شيئولا سونس ما بينثان فمiberثان اتخذك بما يكون اللذاثية تأسساتش без resume لشاؤة الكريم من وقت الشري والم ، اوبل اברاضي لا تخضي على صنا ونززع بإمكاني التحديث بجرد رسالًا بنرد لичبitudes منها جدا法یawning ما يقولونه مثل إمام أحمد بن حنبال نحن نعرف كل مملك أمام أحمد بن حنبال رحمه الله نحن نسمع عن فتنة القرآن ما كانت تحديثه يقول يجبني في الفاريدة ويجبني في القرآن يقول أحب أن أرى لأسلام من المسلمين عندما يجبني في الواجب للاكي الموضوع من المسلمين يجبني في القرآن هذا ما إمام أحمد بن حنبال رحمه الله رحمه الله إمام كورتب رحمه الله رحمه الله رفعه في تفسيره من القرآن يقول من قرآن الكريم يسمى القرآن قال فألالإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيه السنة من الدعاء ويدا ما سوا إمام قرطبي رحمه الله قال موسيقى يجب أن يأخذ الدعاء من القرآن والسنة أي شيء من القرآن والسنة يتركه يتركه لا يتركه لأنه يتركه هناك الكثير من الناس من الناس ولكن ليس القرآن والسنة لذلك إذاً 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 قرآن إذاً 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 أيضًا إذاً 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 كتاب و سنة فإن ذلك لا رأيب فيه في فضله و حسنه رحمه الله يقول إنه يجودي للمسلم الملين و الملين لتأخذ دعاء من القرآن و السنة لأنه لا يوجد القرآن و السنة و احد غفورة يجب أن يكون لديهم دعاء عندما يخذ دعاء القرآن و السنة يجب أن يجب أن هناك ورد و mole وحسن اطرق إذا هذا يقضي هناك بعض المواجد لأن يؤمنين أن يقوم بالقرآن ألا يضعوا بإذن ألا تضعوا بقديعة الرحمة ألا يضعوا sometimes Muslim should not make dua for sinful things it's not acceptable sometimes Muslim can not make dua for cutting off kinship it's not acceptable sometimes Muslim whether he or she cannot make dua in impatient way شخصين تعتقد أن الله لا يسأل هذا الإجراء ولكن سأفتح هذا هذا في أفتح أفتح الأحيان لكن الآن دعوي بشأن الأحيان من خلال النات الحق ما هو شهر دائمًا لأحد يكون خلال النات الحق حدث ابحما أماماędzie تعالوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمى قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَدُبُرِ صَلَوَاكِ الْمَكْتُوبَةِ Abu Umama reported from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was asked what is the best dua, what is the best time for someone, their dua to be accepted by Allah Subhanahu Wa Ta'ala then when Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked this Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's answer to the Sahaba is that the last, the middle of the last part of the night that is the best time for Allah to accept someone's dua there is so many different times like Friday after Asr after Adhan, between the Adhan and the Ikamah then other times where Allah Subhanahu Wa Ta'ala going to accept someone's supplication but the thing is that we must take our supplication from Quran and Sunnah we take our supplication from the Quran and Sunnah so that is why my brothers and sisters in Islam Quran and Sunnah is the river we go in to drink we as a Muslim who follow the Quran and Sunnah hadith Ubadah ibn Samir radiya Allah wa Anu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam he said ma ala al muslim, ma ala al ardi muslim yadu allaha ta'ala bid'awa illa atahu allahu iyaha awsaraf anhu minasui mit'laha ma lam yadu ubi isbin awkati'at rahmih the messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam he said whenever a muslim supplicate to Allah Subhanahu Wa Ta'ala he accept his supplication or avoid any similar kind of trouble from him until he prays for something sinful or something that breaks tie of kinship if the person make dua something like that Allah is not going to accept it unless this person who making dua was someone who oppressed by someone that is why zulm is haram when you oppress someone when they make dua Allah going to accept it that is why many of us sometime whether we realize that or not we can harm ourselves if we oppress someone without offering our apology I say this and I speak this and I do let you all of them and I will all of them I will all of you He has the question of Allah thank you all الحمد لله أن لهم لك الحمد حتى تردى ولك الحمد بعد الرداء ولك الحمد إذا ردت والصلاة والسلام على المرؤوس رحمة للآلم نبينا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم حديث إبادة ابن سامي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلمين يدو الله تعالى بداعوة إلا آتاه الله إياه أو صرف عنه من السلوء مثلها ما لم يدو بإذن أو قتيا سن the condition of dua for Allah going to accept it except the exception of somebody has been oppressed oppressed by someone then the person does not not make dua for something sinful أو تفعل دعا لتفتح 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 لجلسة 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 أخر حديث يتعلق من أبو خريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهديكم ما لم يعجل يقول دعوة ربيه فلم يستجب ليه متفق عليه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث المسجد من كل منكم ستجعلق ستجعلق إذاً فأخبرك 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 أو فأخبرك 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 كانوا يحبونهم لتعلم ويسأل المسجرين من الله المسجرين عن ما يساعدهم ومعه يساعدهم ويساعدهم ويساعدهم ما يريدونه في حالة ما يساعدهم أبو الفضل عباس بن عبد المتليب رضي الله عنه وعنه He reported this hadiths وعن أبي الفضل عباث ابن عبد المتلب رضي الله عنه وعنه قال قلت يا رسول الله ألمني شيئا أسأل الله تعالى قال سأل الله العافية قال فمكست أياما ثم جئت مرة أخرى قلت يا رسول الله ألمني شيئا أسأل الله تعالى قال يا أباس يا أم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا والعافية أباس أبو الفضل his nickname he said one day I went to the messenger of Allah and then I sat with him and then I said to him oh messenger of Allah teach me something teach me something I can make supplication to Allah subhanahu wa ta'ala then he said the prophet sallallahu alayhi wa sallam said to me beg Allah for safety from all evils in this world and in hereafter he said he said then I left he said I spent some days then came back to him then sat down with him then say oh messenger of Allah teach me something I can ask Allah when I make my supplication teach me something to use to ask Allah to give me what I'm asking for then he said the prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him oh the uncle of the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam he said besiege Allah to give you safety al-afiyah in this life and in the hereafter why I quote this hadith there is so many examples to give because it's the quality it's not thousand words you sit down to read that is not the case it's the quality of what you're doing two words can take you somewhere thousand words cannot take you there that is the thing so that is why it's not sitting down hours or reading thousand words but it's the quality al-jawda al-hikmah that is why the dua taught by the prophet sallallahu alayhi wa sallam called jawabi ul-kalima jawabi ul-kalima means thousand or two thousand words can be just in two words you say you have the reward that is the thing that is why my brothers and sisters in israel we have to go back to sunnah we have to follow sunnah we have to choose the dua we choose the time we make so we ask allah subhanahu wa ta'ala to give us what we think that is best for us but allah knows best but something someone who making dua they need to be very keen about these things for example if you make a dua or you make Allah accept your dua you eat something lawful you eat something halal don't eat something haram as a muslim you think that if you make dua Allah is going to accept it that is a mistake secondly don't use F words in your tongue a muslim person should free and clean their mouth and their tongue from F words if you're making dua don't do that another thing is that don't don't be oppressed of someone who's making dua they cannot oppress others you cannot do that then someone who is muslim who's practicing should be a peaceful person a person never have anybody harm doesn't come from them to others so that is why the prophet said a muslim who is devoted to this religion is the one muslim to save from his hand or his tongue then my brothers and sisters in Islam this is the thing then muslim person should ask we should ask ourselves where we from the dua when we make our dua do we make it according to using the dua from the quran and the sunnah or we make it in our own way that is the thing so we make sure that if that is the case then we change make sure even if one dua you make it you choose it from the quran and the sunnah that is where you get blessing that where you get answer from Allah subhanahu wa ta'ala then we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us Allah اللهم إنا نترك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا ظلمنا أنفوتنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنكنا نمنى القاصرين سبحان ربك رب العصر والسلام على المصلين والحمد الله وعلى المهمل وآخم السلام